السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلى الله و سلم و بارك على رسول الله و على آله و أصحابه و من و له أما بعد حياكم الله و إخواني و أخواتي في كل مكان و أهلا و سهلا و مرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم و استفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يسددني و أن يوفقني في القول و الجواب عندي مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة أبدأها بسؤال الأخت سمية من إيران تقول أنا حامل في الشهر السابع علي صيام ثمان أيام من رمضان الماضي ما أقدر أصوم ماذا أفعل أخت سمية بارك الله فيك بالنسبة لهذه الأيام تصومينها متما استطعت و قدرت على القضاء و لله الحمد و الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فلا تكوني في حرج ولا تكوني في ضيق متى ما وجدت الفرصة المناسبة للصيام و ليس عليك شيء إلا القضاء بارك الله فيك قاسم غالب من العراق بارك الله فيه يقول أنا متابع للبرنامج يقول ما الفرق بين ذكر السجود و الركوع و لماذا عند ذكر السجود نسجد حتى لو كنا بصلاة الجماعة و لا نسجد عند ذكر كلمة الراكعين أخي قاسم غالب من العراق يعني سؤالك تقول ما الفرق بين ذكر السجود و الركوع طبعا معلوم بأن الذكر الوارد في الركوع و الذكر الوارد في السجود على قسمين قسم واجب و قسم مسنون أما الواجب فهو في القول الراجح من أقوال أهل العلم ما عينه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في الركوع سبحان ربي العلا قال اجعلوها في السجود و لذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن المصلي يأتي به تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود و ما زاد فهو سنة و يأتي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار و الأدعية و أيضا يدعو في السجود من خيري الدنيا و الآخر أمر الثاني بالنسبة للفظة الركوع في القرآن مثل ما جاء في قول الله تعالى و ركعي مع الراكعين يأتي على معنيين الركوع الذي هو المعروف و هو حالة الركوع التي يركعها المصلي و تأتي بمعنى السجود و لذلك السجود الركوع يطلق على السجود أيضا يطلق على السجود أيضا فما أدري يا أخي قاسم هل أنا فهمت سؤالك و فعلا وصلت لك الجواب حسب ما فهمت من سؤالك لأن سؤالك غامض شوي في غموط لكن عموما أنا فصلت لك الآن ذكرت لك أذكار الركوع أذكار السجود ذكرت لك مفردة الركوع و أن تطلق على معنيين تطلق على الركوع المعروف و تطلق على السجود أيضا و إذا قصدت بأن آيات السجدة اللي واردة في القرآن تأتي بذكر الأمر بالسجود نعم هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان بارك الله فيك أم محمد من العراق تقول عند بيتنا شجرة توت تحمل لكن مكانها أمام الباب دائما نسقط توت تتفلش ما نستفيد منها و كلها تحت الأقدام هل يعني حرام علي إذا صبيت كاز على الشجرة حتى تموت أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك بالنسبة للمسلم جاءت النصوص الشرعية بدعوته إلى الزرع و الزراعة و النبي عليه الصلاة و السلام قال إذا قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة فليزرعها و بيّن عليه الصلاة و السلام أنه ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة حتى السارق إذا سرق منه فلي صاحب الزرع الأجر و الثوام فيأختي الفاضلة إقدامك على صب القاز على هذه الشجرة اللي تموت خطأ اترك شجرة التوت على ما هي عليه و كون الناس يطعون الثمر بأقدامهم هذه مشكلتهم هم فلكن ممكن أختي الفاضلة أنت تكلفين نفسك يعني فترة من فترات الوقت مثلا تكلفين أحد أولادك أحد بناتك تكلفين شخص بالشارع زوجك يكلم شخص يقول له التوت اللي يسقط اجمعه و خذه تصدق فيه بيعه مثلا أو حطه فيه جنب على أساس تأكل منه الطيور أما أني أقتل شجرة علشان والله التوت هذا يقع تطعو الأقدام لا تفعل هذا لا تفعل هذا بارك الله فيك و رضيانك عندي الأخت أم أيمن من اليمن تقول بالنسبة لسجدة الشكر لله هل فيها سلام؟ الجواب لا بالنسبة لسجدة الشكر ليس فيها تحيات يعني تشهد و ليس فيها سلام ولذلك الإنسان يخر ساجدا لله عز وجل إذا بشر بشي طيب يعني أتاه أو بشر دفع عنه يسد لا شكر ولا يأتي بتحيات ولا بسلام أم أيد من ليبيا تقول أنا عندي مبلغ ناوي أحج فيه أنا و زوجي من العام الماضي و ما صار لنصيب هل عليه الصدقة و كم هو مقدار الصدقة إذا كان المبلغ ثلاثين ألف دينار ليبي أختي أم أيد بارك الله فيك أسأل الله العظيم أن يسر لك الحج أنت و زوجك أسأل الله تعالى أن يسهل لكم موضوع الحج أختي الفاضلة إذا أنتم الآن تغيرت النية يعني الثلاثين ألف هذه خلاص رجعتوها و بدأت تستثمرون فيها أو بدأتم تصرفون منها نعم فيها زكاة إذا حال عليها الحول تخرجون ربع العشر ثلاثين ألف تقسمون على أربعين تظهر الزكاة أما إذا قلت لا إحنا ما زلنا محتفظين بهذا المبلغ عزلنا هذا المبلغ حتى نحج فيه ما تجف فيه الزكاة بارك الله فيك إبراهيم من اليمن يقول ما حكم الشامبو والصابون و دهونات البشرة البشرة عفوا مثل ذكر أمثلة تحتوي على نسبة من الكحول ولا أدري كم النسبة و كذلك المطهر الكحولي الذي نضعه بسبب وباء كورونا يسأل يقول ما حكم استخدام هذه الأشياء إبراهيم من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للكحول هل هو نجس أم لا هذه مسألة خلافية بين العلماء فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحول نجست نجست العين و عليه يرون بأن لا يجوز الإنسان يعني أن يضعها على يده أو ثيابه و إذا حصل يغسلها القول الثاني قالوا بأن الكحول ليست نجسة العين ليست نجسة العين و هذا هو الراجح فيما يظهر لي لأنه ليس كل محرم نجس و كل نجس حرام صحيحة محرمة لكن ليس كل محرم نجس الآن الأصنام الصنم اللي يعبد من دون الله محرم لكن هو بذاته ليس نجس يعني لو وضع شخص يدع على الصنم ما تنجست يده لأنه أصلا هو من أشياء مباحة و طاهرة لكنه محرم محرم أما النجسات لا كل نجس محرم فلذلك اللي يظهر لي أخي الفاضل بأن لو أن شخصا مثلا أخذ المعقم و غس و مثلا استعمله ثم ذهب إلى الصلاة و صلى الله عليه الشيء ولله الحمد و المنة كذلك ما تذكره من الصامب والشامب و بعض الأشياء إذا كانت نسبة الكحول فيه يسيرة و مستهلكة داخل هذه المادة مستهلكة فتكون المادة هذه أو يكون الشامب أو الصابون طاهر و لله الحمد و المنة صالحة من عمان تقول أنا عمري 17 سنة أريد نصيحة كيف أتوب إلى الله و ما هي الأعمال التي أقو فيها حتى يقبل الله توبتي كنت عندما أدخل مواقع التواصل المختلفة تظهر لي مقاطع غير لائقة أظل أتابعها و أحيانا أعيدها و الآن نادمة على ذلك و أحس بأن الله لا يقبل توبتي لأنني كنت أتراجع و أستغفر ثم أتوب و أرجع و غير ذلك تقول حتى أني شعرت بأن الله لن يوفقني في اختبارات الثنوية بسبب ذلك بانتصال حبارك الله فيك أولا بالنسبة للتوبة هذه من أعظم مقامات العبودية و لذلك الله عز وجل يحب التوابين و يحب المتطهرين و من أسماء الله تعالى التواب و لذلك الله تعالى استحق هذا الاسم جل وعلا و تقدس لماذا لأنه يتوب على المذنبين يتوب على المذنبين و على المخطئين و على الآثمين هذا المقام الأول المقام الثاني أن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب إذا تاب الإنسان منها و لذلك بنتي ما في أعظم من الشرك بالله عز وجل فإذا تاب المشرك إلى الله تاب الله عليه تاب الله عز وجل عليه قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله و يستغفرونه و لابد لابد أن يكون في بالك أن كل ذنب يرتكبه الإنسان إذا تاب إلى الله منه تاب الله عز وجل الله أكبر الله أكبر الذنوب مهما كثرت مهما كثرت لا يجوز للمسلم أن ييأس من رحمة الله عز وجل فالله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه لغفر رحيم و في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني خفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أمر الآخر أن الإنسان إذا وقع في الذنب و تاب إلى الله توبة صادقة ثم رجع إلى الذنب هل تنتقض التوبة الأولى أم لا قولان الصحيب أن ما تنتقض على ما هي عليه بشرط أن لا يكون لعاب لا يكون لعاب لأن الله عز وجل أدرى بما في قلب العبد وأدرى بما في نفسه فما يستطع الإنسان يخدع الله عز وجل ممكن يخدع الناس يقول لشخص أنا والله توبت إلى الله وتركت هذا الذنب هو كذاب في داخله لكن الله عز وجل ما تستطيع تخدعه ولا تستطيع إن تخدعينه فالسر عند الله علانيه والله جل وعلا يعلم السر وأخفه لكن البشر ممكن يخدعون فلذلك الإنسان إذا وقع في ذنب ثم تاب إلى الله توبة صادقة نصوح ثم وقع فيه مرة ثانية فتوبة الأولى على مكانها ولله الحمد يحتاج إلى توبة جديدة الأمر الآخر التوبة لا شروط التوبة ليست فقط الله أمدني توبت إليك لا شروط أولا الإقلاع عن الذنب أنت الآن تقولين تجيني مقاطع محرمة أتابعها إذن هذا ذنب طيب ما هو الشرط الأول للتخلص من هذا الذنب الإقلاع أنك لا تتابعين هذه المقاطع المحرمة الإقلاع عن الذنب الثاني أن ندم لا بد أن تندمي أنك وقعت في هذا الذنب لماذا لأن الله تعالى ما حرم شيء إلا لأن فيه ضرر ومفسد فتندمين أن بعض الناس الآن يتوب و يتمنى هذا الذنب لا هذا ما هي توبة هذا ليست بتوبة هو ما فهم معنى التوبة هو ما فهم لماذا حرم الله هذا الشيء هو ما فهم المصلحة في التوبة ما فهم المفسدة في الخطيئة ما فهم أن بعض الناس الآن مثلا يتوب من ذنب ثم ما تجد بأنه نادم يتمنى لو يرجى و يحدث نفسه بالرجوع ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة الأخلاع عن الذنب الندم على فعله و جاء في الحديث الندم توبة الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إلي كيف العزم العزم ليس شعار و كلمة و جملة و قال العزم واقع واقع بمعنى الآن هذه المقاطع جاءتك من أي موقع من أي مصدر أغلقي هذا الباب هذا هو العزم الأكيد على عدم العودة إلي بعض الناس الآن يقولون يا أخي أنا ما أريد أشاهد هذه المقاطع طيب جففت منابع هذه المقاطع أغلقت الباب تأتيك المقاطع منه من هذه المواقع أم جعلت الباب مفتوح و الشيطان يحوم حولك يريد أن يرجعك إلى هذا المستنقع الآسن من هذه المقاطع السيئة فانتبه يا بنت بارك الله فيك جفف هذه المنابع أغلقي هذه الأبواب سد هذه الطرق التي تأتي بهذه المقاطع صحيح هنا توبة صحيح وأبشري فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء ولا تقولي أنا حاس بأن الله مراضي عني لا أحسن الضم بالله فما أحسن عبد ظنه بربه إلا وجد خيرا ولله الحمد لماذا؟ لأن الله تعالى يقول و رحمتي وسعت كل شيء و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى يا عبادي قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقضطوا من رحمة الله إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات بحسنات آيات كلها تدفعنا دفع إلى إحسان الضم بالله و أن الله تعالى يغفر لنا الذنوب و الخطأ فأسأل الله تعالى أن يوفقك في دراستك و في حياتك و أن يجعلك من الصالحات كما هو اسمك و صلى الله عليه وسلم و أن يبارك في أهلك إنه خير و مسؤول نور من العراق تقول أختي دائما تظلمني و تتكلم علي و أنا ما أسوي لها شيء و تتكلم أمام الناس و يقولون أختك تتكلم عليك و أنا يوم يعني لما سمعت هذا يعني مثل هذا الكلام لما أسمع مثل هذا الكلام ماذا أفعل هل أجرحها هل كذا يعني بالكلام؟ أخت نور من العراق بارك الله فيك أولا يجب عليك أن لا تسمعي كلام الناس في أختك و في غير أختك لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين و لذلك المسلم لا يجوز له أن يصغي بسمعه إلى كلام الآخرين و صدقيني بأن هؤلاء اللي قالوا لك بأن أختك تحكي عليك هؤلاء أعداء هؤلاء أعداء و لو كانوا محبين وأصدقاء ما أخبروك لأنهم يعلمون بأن هذا الكلام سيغل صدرك و يقسي قلبك تجاه أختك و يجعلك في حالة حزن و حقد على أختك ف لذلك أي إنسان ينقلك كلام و هذه رسالة للجميع لا بد أن تعلم بأن هذا غير ناصر و إنما عدو هذا غير ناصر عدو هذا يريد الإضرار بك و بأختك هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لأختك اجلسي معها يمكنك أنت مخطئة يا نور سامحيني أقول هذا الكلام من باب الإفتراض فقولي لها أنا يبلغني بأنك تتكلمين فيني و تحكين علي مثلا أنا إيش سويت عشان أعتذر قولي لها الكلام هذا صدقيني بأن تخجل ستتقزم أمامك و ما يصير له وجه عندك فقولي لها الكلام قولي سامحيني أنا بلغني كلام تكلمين فيه و كذا أخبريني إيش سويت عشان أعتذر إيش سويت عشان أعتذر هنا تنكشف الحقيقة فيمكن تقول لك لا أنا أنا وصلوا لي اللي وصلوا لك الكلام أنك أنت تتكلمين فيه لأن من نقل لك نقل عنك فقولي لهذا كذب هؤلاء نمامين و النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام واضح يا نور فأنا قصدي أنك أنت لا تحقدين على أختك ولا تجرحينها بالكلام اجلس معها جلسة صفائية جلسة حبية جلسة كلها رحم و رحمة و قولي لها يمكن تكتشفين شيء عجيب تكتشفين لهذول يقولون لك الكلام هم راحوا يقولون لها بأن النور تتكلم فيك و لذلك استحق النمام أن يحرم الجنة لماذا؟ لأن النمام ذنب عظيم النمام يفسد و العياذ بالله في لحظة ما لا يفسده الساحر في سنة نسأل الله السلام بارك الله فيك يا نور أم أي من من اليمن تقول أنا مطلقة و عاش مع أولادي و معي أهل لا يسألون عني ولا يزوروني ما حكم ذلك أختي أم أي من بارك الله فيك و فرج الله كربتك و أزاح الله همك و أسأل الله تعالى أن يهدي أولادك و أن يثبتهم يا رب أختي الفاضلة يعني ماذا تفعلين؟ أنت الحمد لله رزق كلها أولاد عيش مع أولادك ربي أولادك أصلح من حالهم اهتم بهم هؤلاء سيكونون سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله بالنسبة لأهلك يعني أنت أدي الحق الذي عليك لهم و أسأل الله حقك إذا قصروا في حقك زوري أهلك صليهم إذا والله قاطعوك قولي الحمد لله اسأل الله أن الله عز وجل يعوذك خير فلا تعامليهم بنفس المعاملة بارك الله فيك يا أم أيمن و رضي عنك و أفقك الله و هدى أولادك لكل خير الأخت أم إبراهيم من تركيا تقول قبل وفاة الأب فترة الوالد ليس بوعيه و لا يعرف ماذا يجري حوله قام اثنان من الإخوة بتبصيمه على أرض لواحد منهم بحضور أولاده لكن الإخوة الآخرين لا يعرفون بهذا و ليسوا موجودين و عندما توفي الأب قال إن الأرض لي و أنا اشتريتها من أبي و إخوة لا يعرفون بهذا هل هذه الأرض له أم تتقسم مع الإرث أختي أم إبراهيم من تركيا هذه حقيقة واقعة إلى القضاء أقرب من الفتوى إلى القضاء أقرب من الفتوى فهذا الولد الذي بصم والده على أنه والله اشترى منه الأرض و الأب كان في غير وعيه هذا بالنسبة لأولاد المتوفى يطلبون منه إثبات و أين المبلغ المالي و يتقاضون عند المحكمة المحكمة تأخذ إجراءاتها في قضية الوصول إلى الحقيقة هل هذا حقيقة أم أنهم زوروا أم أنهم مثلا مارسوا مثل هذه الممارسة الخطيرة فإذا كان أختي أم إبراهيم عندك ما يثبت هذا أنهم بصموه و هو في حال غيبوب و في حالة عدم وعي أن تتقدم بالشهادة لهذا أما هؤلاء فأسأل الله تعالى أن يعافيهم فإذا كانوا فعلا بصموا هذا الإنسان و هو في غير وعيه و سطوا على هذه الأرض و استولوا عليها و أخذوها فإنما يأكلون نارا نسأل الله العافي و السلام و يأخذون إثما و يكسبون إثما نعوذ بالله من ذلك و صدقين بأنهم لن يتهنوا في هذه الدار و لا في هذه الأرض و لا في ما يخرج من هذه الأرض و ربما يكون حتفهم و موتهم في هذه الدار و حوادث آيات و عبر في الدنيا و الله لكن قليل من يعتبر كثير من الناس و العياذ بالله تحايل لأجل أن يأخذ سيارة من المورث من دون وعيه و أنه سجلها و كذا و صار حادث مات في هذه السيارة كثير من الناس احتال و أخذ أموال بغير وجه حق و أهلكه الله بهذه الأموال فالجأ إلى القضاء أخت الفاضلة بارك الله فيك الأخت فاطمة الزعابي من الشارقة تقول اقترحت على أخي الكبير أن نقوم بعمل خيري يجمعني أنا و إخواني و أخواتي و فيه لمل الشمل و تحسين العلاقة و اقترحت على أخي أن نخبر الجميع بهذا الموضوع و نقوم بجمع مبلغ شهري لحفر بئر أول بئر للوالدين أطال الله في أعمارهم و بعد ذلك نبدأ بعمل حفر بئر لكل شخص من الأخوة السؤالي أخي الكبير تواصل على مجموعة العائلة و أخبرهم بدون ذكر من هو صاحب الفكرة ربي يشهد علي أنني أريد أن أحتسب الأجر و الثواب هل يصلني أخت فاطمة بارك الله فيك و رضي عنك أبشري بخير أبشري بخير فالله عز وجل هو أدرى بما في قلوب العباد و كون الأخ الأكبر هو الذي ذكر هذه المسألة على أنه يعني فهم أنه هو الذي تبنى هذا المشروع و تبنى هذه الفكرة هذا لا يغير من الحقيقة شيء و لذلك أنت صاحبة السنة الحسنة و أنت صاحبة هذا المشروع و الأجر لك بإذن الله جل و عنه فلذلك أخت الفاضلة لا تعتقدين أن الناس إذا غاب عنهم من هو صاحب المشروع و من هو صاحب المذكرة أنه يغيب عن الله عز وجل و لذلك أنا أعتقد بأن هذا أفضل لك لماذا؟ حتى يكون أدعى للإخلاص أدعى للإخلاص فأبشري بخير بارك الله فيك أم ناصر من عمان تقول أبوي توفي من سنة و عندي خمسة إخوة و ثلاث أخوات تقول إخواني رافضين يقسموا الإرث و يعطوني أنا و أخواتي نصيبنا من توفي أبونا و هم رافضين يقولون ليس الآن بعدين كل مرة يقولون بعدين و أنا أريد نصيبي لأني مريضة و أريد أن أسافر للعلاج و هم رافضين ما حكم ذلك أختي أم ناصر بارك الله فيك الرسالة لهؤلاء الإخوة أوصيهم بتقوى الله عز وجل و أوصيهم بعدم الظلم فأي إنسان يمنع توزيع التركة من دون سبب مسوغ و لا مبرر فإنه ظالم نسأل الله العافية و السلام و لذلك واجب على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن يقسموا التركة على قسمة الله عز وجل في قوله سبحانه و تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين و خاصة إذا كان هناك ضرورة مثل حاجتك إلى العلاج أو السفر للعلاج يتأكد الآن يتأكد فأختي الفاضلة بارك الله فيك أوصلي هذه الرسالة لإخوتك و أقولي لهم بأن وضع اليد على هذه التركة و عدم قسمتها هذا نوع من أنواع الظلم الفاضح الخطير و الله إني أخشى عليهم من العقوبة و أن الله تعالى يسلبهم البركة و أن الله تعالى يسلط عليهم من يذهب بهذه الأموال لذلك علم أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن لا يظلموا لا يظلموا و الواجب علم أن يبادروا الآن إلى قسمة التركة إلا إذا وجدت سبب المحكمة وضعت يدها على الأموال مثلا الآن العقار نازل جدا و يقولون نصبروا علينا حتى ينشط السوق مثلا مثلا يعني فيه مسوق و مع ذلك لو طلب الشخص حقه من الميراث يجب أن يبادر الورثة إلى إعطاء هذا الوارث حقه فلذلك تلفاضل أوصي لهم هذه الرسالة أدخلوا من هو من أقاربكم من الرجال الناضجين الحكماء العقلاء يخبرونهم أحد طلاب العلم مثلا يذكرهم بالله عز وجل قد يكون يغيب عنهم مثل هذه المعاني فالله إذا أصروا أصروا إصرارا فلك الحق الكامل برفع دعوة المحكمة ما وضعت المحاكم إلا لفصل الخصومات و الإنصاف بين الناس و منع الظلم و لذلك أنت في دولة الحمد لله تنصفك فارفعي تقولين والله يمكن يقاطعوني الإثم عليهم الإثم عليهم هم فهم زيادة على أكل الحرام أو الظلم و العياذ بالله يصابون بسيئة أخرى و هي قطيعة الرحم و هذه سبحان الله السيئات كل سيئة تقول أختي أختي يعني بعض الناس الآن يمنع تقسيم التركات هذه سيئة و ظلم فلما يشتكون عليه يروح يقاطعهم يحسب بأنه منتصر لا أنت و العياذ بالله تولدت من هذه السيئة سيئة أخرى أعظم و هي قطيعة الرحم فلذلك اختلف هذا الأصبري ذكرهم بالله خوي فيهم بالله عز وجل مثل ما قلت لك يعني إذا أصروا شوفوا أقاربكم من الناس الصالحين الطيبين اللي يستحون منهم يخجرون منهم يقولون لهم يعني وزعوا التركة ما لكم حق أنكم تؤخرونها و حتى لا يكون هناك قطيعة رحم يدخل أحد العلماء إذا والله أصروا و قالوا أبدا أبدا المحكمة تنصفك ولله الحمد و المنة و بارك الله تعالى فيكم جميعا رنى عبد الرحمن من اليمن تقول يا شيخ أنا حبيت واحد و أردته بالحلال لكن أهلي رفضوه ما وافقوا يعني لأني أنا من مدينة و هو من مدينة أخرى تقول يعني أريد نصيحة لأهلي اخترانا بارك الله فيك أولا بالنسبة للزواج نعمة من نعم الله عز وجل و إذا وصلت البنت إلى مرحلة الزواج فاليسارع أهلها في تزويجها الكفؤ و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و رسلم إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فزادوا عريق و الرجل أيضا يبحث عن المرأة الصالحة فالنبي عليه الصلاة و السلام يقول تنكح المرأة لأربع لمالها و لجمالها و لحسبها و لدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة للأهل إذا والله أتاهم شخص ربما تزويج هذا الشخص يضر بالأسرة و بسمعة الأسرة و بمكانة الأسرة فلهم الحق الكامل في رفضه مثلا أو رده لأن الولي ما شرع إلا لأنه أدرى بمصلحة البنت الولي ما شرع عندنا في الإسلام على أن لا تزوج المرأة إلا بولي لأنه أدرى بالمصلحة فقد البنت تغيب عنها أشياء كثيرة يفهمها الولي قد البنت تقدم عاطفتها على عقلها العاطفة تتقدم على العقل و هنا ربما تحصل بعد ذلك مشاكل فكثير من البنات دفعتهم العاطفة إلى الزواج والاقترام بأشخاص ندموا بعد ذلك ولذلك تلفاظ إحرصي على رضا أهلك و مدام أن الأهل قالوا بأن عندنا أسباب تمنعنا من قبول هذا الخاطب فطيعي أهلك بارك الله فيك تقول لي ما في أسباب إلا لأنه هو من منطقة وأنا من منطق يعني من ناحية الكفاءة من ناحية الدين من ناحية الخلق هذا الآن تأتي قضية الإقناع الآن الحمد لله يعني أصبح العالم كله مثل القرية الواحدة وسائل التواصل الآن الناس قديما المسافة اللي يقطعونها في شهر على الإبل و على كذا على الدواب الآن في ظرف ساعة ساعة و نص الطائرات الحمد لله و القطارات و السيارات و الباصات فهنا تأتي مسألة الإقناع حاول أن تقنع أهلك و يحاول هو أن يقنع أهلك يقولهم أبدا أنا إذا أحببتم أني يعيش عندكم هنا أجي أسكن عندكم مثلا أو إذا أحببتم أني والله يعني آتي بها كل شهرين كل ثلاثة أنا قصدي في طرق للإقناع بارك الله فيك و اختار الله لك الصالح نمارق من السودان تقول يا شيخ أنا قلت لزميلتي كنت أمزح معها أني نذرت للرحمن صوما ما أعطيك حلاوة و أنا عطيت هل علي شيء أختي نمارق بارك الله فيك أولا ما ينبغي للإنسان أنه يستخدم أو يستعمل مثل هذه الآيات في مثل هذه القضايا فالله عز وجل قال لمريم أقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي فصامت عن الكلام صامت عن الكلام لما سألوها قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء و ما كانت أمك بغية فأشارت إليه إشارة ما تكلمت أمر الثاني إذا أنت تقصدين بالنذر هنا الحلف تقول نذرت كما ذكرت أني نذرت للرحمن صوما و ما قلت فلن أكلم و إنما صوم و أني ما أعطيك هذا الشيء و أعطيتيها يلزمك كفارة يمين يلزمك كفارة يمين واضح بأن هذا النذر خرج مخرج اليمين خرج مخرج اليمين فلنزمك كفارة يمين إطعم عشرة مساكين فإن كنت غير قادرة تصومين ثلاثة أيام والله أعلم أم زايد من أبوظبي تقول ابني عمر عشر سنوات يريد أن يلعب ألعاب إلكترونية مع صديقه عبر الإنترنت هذه الألعاب فيها عنف و قتل بالمسدسات و أنا أمنع فقال لي اسأل الشيخ هل هذه الألعاب حلال أم حرام أم زايد بن أبوظبي بارك الله فيك و بارك الله في زايد و أخوانه و بارك الله في أسرتكم و واضح بأن الولد يعني متربي تربية صحيحة خاصة هو طلب منك أنك تسألين فأسأل الله تعالى أن يبارك فيه و أن يحفظ أختي الفاضلة يعني الآن نسمع بأن هذه الألعاب أورثت أولادنا مجموعة من العادات السيئة الأخلاق السيئة خاصة و أنك ذكرت بأن فيها استعمال للعنف و هذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة و لذلك الأولاد في مثل هذا السن لما يلعبون مثل هذه الألعاب و ربما يتعودون على مسألة الضرب و الحرب و شيء من هذا القبيل يورثهم شيء من القسوة العنف التنمر على الآخرين يورثهم شيء من التجاوز و لذلك قولي لما يصلح أن يلعب مثل هذه الألعاب و الحمد لله هناك ألعاب مباحة كثيرة تضيف إليه إضافات كثيرة إلى عقله إلى روحه إلى ثقافته إلى علمه حتى أموره تضيف إليه إضافات حتى في مسائل البنية الجسدية ف لذلك أنا لا أنصح بهذه الألعاب و إذا قالوا الله حلال أو حرام نعم ما يجوز لأنها فيها عنف و فيها تجاوز و لذلك ممكن أن يستخدم أو تأذنون له باستخدام بعض الألعاب التي فيها مثل ما ذكرت أنا إضافات له ثقافة علم شيء من الأمور الشرعية شيء من الأمور الدنيوية أيضا التي تفيد في حياته بدل مثل هذه الأشياء التي مجتملة على العنف أم رام من ليبيا تقول زوجي حلف علي فقال ما عاش فيه مواصلة لخالاتي و إذا قلت مرة ثانية أنك تمشيل لهم أنت محرمة علي ما الحكم أختي أم رام من ليبيا اللي فهمت من سؤالك بأن زوجك حلف عليك ما ترحيل لخالاتك و قالي إذا سألتيني مرة ثانية تذهبين إليهم أنت محرمة أولا ينبغي للزوج أن يتقل الله عز وجل و أن لا يحرم زوجته من صلة الرحم أن تصل أرحامه إلا إذا كان هؤلاء الأرحام يصدر منهم ضرر و يتسببون في إفساد الأسرة و العلاقة بين الزوج و زوجته نعم له الحق الكامل أن يمنعها من أرحامه أما إذا كان لا مجرد فقط زيارات و تبادل و الزوج يرى بأن هناك إكثار ما يحلف يقول تقللين مثلا تذهبين مثلا في الأسبوع مرة كل أسبوعين مرة أما أنه يحلف لا ما يجوز هذا حرام لأنه في قطيعة رحم في قطيعة رحم إلا لمسوق شرعي كما ذكرت أنا قبل قليل الأمر الثاني إذا الآن ذهبت أنت إلى خالاتك أو أذن لك أن تذهب إلى خالاتك فينظر بقصده أنت محرمة علي ماذا يقصد إذا قصد الظهار محرمة مثل أم أو أخت أو بنته هذا الظهار علي كفار الظهار اعتق رقبه فإلا يجد في الصيام شهرين متتابعين فإلا يستطع في إطعام ستين مسكينة إن قصد الطلاق فهو طلاق إن قصد الحلف يعني قال محرمة علي هو يريد الحلف مثل ما حلف في أول السؤال فيكون علي كفارة يمين إذا أذن لك أو أنت ذهبت إلى خالاتك فأخبري بهذا بارك الله فيك أم عماد من الإمارات تقول أنا مسلفة أختي عشرين ألف درهم مغربي الحين مرت عليه سنة هل يجب علي أن أزكي مع العلم أني ما عرفت متى أختي بترد لي الفلوس أم عماد بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا أقرض شخصا آخر فينظر فإذا كان هذا الشخص مليء معترب بالمبلغ قادر على السداد فنعم يجب على الإنسان أن يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب لأن هذا المبلغ كأنك حاطته في حسابك في البنك واضح أما إذا كان الشخص لا معسر أو مفلس أو جاحد أو منكر لهذا المال أو واضح عليه الإفلاس فهذا ما يزكيه الإنسان حتى يقبضه عن سنة واحدة فأفترض مثلا أختك تقول والله أنا عاجزة أنا ما عندي قدرة على السداد ما تزكي مضى سنة سنتين ثلاثة أربع خمسة سنة خامسة جابت المبلغ تزكي عن سنة واحد بارك الله فيك يا أم عماد محمد بن السودان يقول في يوم دخلت الصلاة مع الإمام وصليت لحد ما انقضت الصلاة وسلمت لما قمت من الصلاة وجدت أنه نزل مني قطر صغيرة من مذي هل صلاتي صحيحة؟ محمد بارك الله فيك الجواب نعم صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة لأن هذا كأنك ذكرت بأن هذا نزل بعد الصلاة نزل بعد الصلاة أما إذا كان قد نزل أثناء الصلاة وأنت تيقنت فصلاتك باطلة بمعنى تذهب فتتوضأ بعد غسل المذي وتتوضأ وتعيد الصلاة تعيد الصلاة وإذا اكتشفت أن هذا كان قبل الصلاة ثم ما علمت به إلا بعد الصلاة فنعم تعيد أما إذا صليت ثم خرجت من الصلاة ولما نزعت ثيابك وجدت قطرة من المذي ما تدري متى نزلت هذه القطرة فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمن لأن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه وأقرب أسبابه هي بعد الصلاة أمت الله من عمان تقول والدي يضربني أنا وأمي وأخذ مهر أختي كاملا وأنا أحترمه لكن في آخر مرة ضربني أنا وأمي ودعيت عليه بالموت والعذاب وإلى الآن أدعي عليه هل أعتبر عاق وعلي ذنب في ذلك أختي أمت الله بارك الله فيك يعني بالنسبة لي يعني الضرب هذا لا خير في الإنسان الذي يستعمل الضرب في علاج المشكلات الأسرية والاجتماعية النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا طفلا ولا خادما بيدي عليه الصلاة والسلام أبدا ولذلك لما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أزواجهم يضربونهم قال أولئك ليسوا بخياركم يعني لا خير في هؤلاء الذين يضربون نساء فهذا الوالد إما أن يكون رجل يعاني مشاكل عقلية ونفسية فأسأل الله أن يعذره صلى الله تعالى أن يغفر له لأنه معذور فاستعمال الضرب والعنف الشديد بمثل هذه الصورة التي ذكرتها الأخت أمت الله من عمان لا شك بأنه أمر خطير يعني خاصة الجرأة على الزوجة أمام أولادها بمثل هذه الصورة فلا شك بأنه هذا إما أن يكون رجل عنده نقص وضعف في العقل وعنده مشاكل عقد نفسية معين هذا يعرض على الأطبة ويذهب إلى العيادة ويعرض على الأطبة ويعرض على الرقات أما إذا كان بكامل قواه العقلية وسليم ما عنده مشكلة لكن ما عنده سلوب وليس عنده القدرة على النقاش وإنما يستخدم الضرب فهذا حقيقة يعني إنسان ممكن ممكن أن يعرض على ولي الأمر أو على القاضي الذي يستمد سلطته من ولي الأمر لأن هذا العنف ما تقره الشريعة الشريعة ما تقر العنف وما تقر مثل هذا الضرب فلذلك أختي الله يحفظك يبارك فيك بالنسبة لهذا الأب الذي استولى على مهر ابنته ويضرب زوجته ويضرب بناته بهذه الطريقة يعني ينبغي لك أن تدعي له لا تدعي عليه لأنك ما تستفدي من الدعاء عليه وإنما تدعي له بالهداية وأسمعي هذا الدعاء لعل الله عز وجل أن يلين قلبه ويفتح على قلبه وإذا استمر في العنف والضرب وخشته يعني فعلا أن يصل إلى مرحلة من الإضرار بزوجته و ببناته ممكن ترفعون أمركم إلى المحكمة حتى يضعون حد لمثل هذا التهور الذي يمارسه بعض الآباء لأن السكوت هذا خطأ فبعض الآباء استمرأ هذا ووصل به الأمر إلى أن يرتكب جناية في أولاده أو في زوجته قصص معروفة وما تخفى على الناس فلذلك بنتي الله يرضى عليك أن تدعي له بالهداية أسمعيه ذلك أدخلي أعمامك قولي لهم والدنا يستعمل معنا العنف والضرغ المادي بشكل فضيع نحن لا نريد أن نشتكي على والدنا في المحكمة ونأتي بالشرطة إلى البيت تكلموا معه قولوا له الكلام هذا لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه أسر الله تعالى أن يهديه وأن يشرح صدره أبو جمال من عدن اليمن يقول لبست الشراب في وقت صلاة الظهر وأنا مقيم ومرت علي 24 ساعة ونسيت اليوم الثاني أفسخ الشراب في صلاة الظهر ولم أذكر إلا بعد الصلاة ما حكمه بالرغم أني في اليوم الثاني لم أتوضأ بل تيممت لصلاة الظهر لأني معاق طريح الفراش يا أخوي أبو جمال من عدن بالنسبة للإنسان يرخص له المسح على الخفين والجوربين مدة يوم ولينا فأنت تقول توضأت صلاة الظهر لبست الجوربين يبدأ المسح من أول يبدأ العد من أول حدث من أول مسحة بعد حدث يعني الآن أنت توضأت لصلاة الظهر لبست الجوربين صليت الظهر أحدثت الساعة ثلاثة العصر مثلا وتوضأت الساعة ثلاثة ومسحت على الجوربين هنا يبدأ العد يعني ينتهي في اليوم الثاني ساعة ثلاثة ولو أنك كنت متوضعا قبل صلاة الظهر كنت متوضعا قبل صلاة الظهر واستمريت على الوضوء ما انتقد وضوءك وصليت الظهر حتى لو كان المسح ينتهي مثلا عند الساعة 12 أو عند صلاة الظهر ما يضرك لأنك ما زلت على طهارة تقولي والله كنت أتيمم ما عليك شيء ولله الحمد والمنة وصلاتك صحيح هند من السعودية تقول ما حكم كتابة صدق عن الميت في أول صفحة في القرآن والتبرع به بعد ذلك أختي هند من السعودية بارك الله فيك طبعا الأصل أن الإنسان إذا أوقف مصحفا لا بأس بأن يكتب عليه وقف حتى يفهم من يقرأ فيه بأن هذا المصحف وقف لا يجوز أخذه ولا يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه فيكتب عليه وقف أما قضية صدق عن ميت أو يذكر أسم الميت هذا ليس له أصل وهذا ربما يكون أدعى إلى الرياء والعياذ بالله وبعدين الإنسان إذا أوقف مصاحف ويرجو ثوابها للميت الله عز وجل هو الذي يعطي الثواب هو الذي يمنح الثواب هو الذي يأجر سبحانه وتعالى وذلك ما في داعي تقول للناس والله هذا المصحف عن الميت فلان لأن الإنسان إذا قرأ في المصحف أجر هو وأجر الميت لأن الوقف لهذا الميت فما في داعي أن كل واحد يقرأ في المصحف أن يدعو للميت ما في داعي القراءة فيه عباد القراءة فيه عباد الوقف بذاته ولو لم يقرأ فيه يكفي الوقف هذا عبادة وفيه أجر ثواب يصل للميت فما في داعي أني أكتب الله عن روح فلان وعن روح فلان ما في داعي أكتب فقط وقف لله حتى أفهم من يأخذ المصحف ويقرأ فيه أن هذا وقف في المسجد ما يطلع خارج المسجد بارك الله فيك أبو جمال من فرنسا بارك الله فيه طبعا يقول أنه متابع للبرنامج بارك الله فيك يا أخي أبو جمال يقول بعد كل نوم سواء كان في الليل أو النهار أجد قطرات في ثيابي تشبه المني والمذي ولا أذكر شيء من الاحتلام هل يجب عليه الغسل بعد ذلك بعد كل نوم أخي أبو جمال بارك الله فيك الجواب لا ما يجب عليك الغسل وأنه ما يجب عليك الوضوء فمن استيقظ ولم يذكر احتلاما أو استيقظ ووجد قطرات مثلا من المذي هذه ما توجب الغسل توجب الوضوء فعلي رضي الله عنه كان رجلا مذان قال فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني فأرسلت المقداد من الأسود الكندي فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكرا ويتوضى ولذلك عليك الوضوء وليس عليك الغسل شخص الآن رأى في المنام ما رؤيا يشبه أنه احتلم فاستيقظ فلم يجد شيء ما علي غسل عليه الوضوء بسبب النوم شخص الآن استيقظ فوجد أثر المني وما يذكر احتلام عليه الغسل عليه الغسل بارك الله فيك يا أبا جمال أم عز من عمان تقول أختي من صغرها ومعها صفة السرقة كل شيء بجنبها تسرقه أدوات مدرسية عطور بخور فلوس لدرجة حتى أمي وأبوي تسرق منهم وهي الآن عمرها 27 سنة تريد أن تتوب غير عارفة الطريقة تقول الناس اللي أخذت فلوسهم هل المفروض ترجعها لهم بنفس الوقت ما تعرف كم المبلغ واصل أختي أم عز بارك الله فيك وبارك الله في أختك وأسأل الله تعالى أن يمنع عليها بالتوبة الصادقة الصالحة النصوح يجب عليها أن تبادل إلى التوبة إلى الله عز وجل والتوبة فيها شروط أولا الإقلاع عن الذنب يعني ما تسرق مرة ثانية والثاني الندم وهي ندمان الآن والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والثاني العزم الأكيد على عدم العود إليه والرابع ترد الحقوق إلى أصحابها السرقات هذه تردها إلى أصحابها طيب كيف ترد إلى أصحابها أنت قلت ما تعرف المبالغ تقدر تقدير تقدر تقدير طبعا عمرها 27 سنة صعب تقولوا والله كنت أسرق منكم خوذوا صعب ولكن مثل ما أنا دائما أذكر ممكن تجعلها هدية لها قيمة يعني جارتهم مثلا سرقت منها خاتم ذهب تقدر خاتم الذهب كم في ذلك الوقت خمسين ريال عماني مثلا تأخذ خمسين ريال تقول هذه هدية لجارتنا من باب التحبب والتودد وهي أصلا رد للحق رد للحق خواتها نفس الشيء الأشياء العامة هي ما تستطيع أن ترد لشخص معين هذه تتصدق فيها لله عز وجل تتصدق وتنوي يعني براءة ذمتها من هذه الحقوق من هذه الحقوق بارك الله فيك ولتعلم أنها إذا كانت عاجزة ما عندها قدرة مالية يكفيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومتى ما كان عندها قدرة لأترجعها بطريقة ما تشعر الناس بأنها كانت تحترف السرقة في يوم من الأيام رقية من السعودية تقول أنا عندي حساسية من المطر والبرد الوضوء الصبح يعني يتعبني جدا يعني هل ما أستطيع يعني أصلي بسبب الموية الباردة ممكن أتيمم يعني بدل الوضوء أختي رقية بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك ما دام أن في فترة الصباح يشق عليك استعمال الماء لوجود الحساسية والإشكالات التي عندك نعم تنتقلين من الوضوء إلى التيمم بشرط أنك فعلا تكونين عاجزة عن استعمال الماء عاجزة حتى الماء الساخن ما ينفع معك لأن عندك مشاكل صحية جلدية حساسية مثلا تنتقلين إلى التيمم بارك الله فيك سارة من ليبيا تقول أختي سلفت مبلغ مالي لأخي من سنوات وهي تريد أن تسامحه لكن هي شاكة هل حلفت أنها ستسامحه أم لا أختي سارة بارك الله فيك ورضي عنك يعني ما دام أنها نوت المسامحة ما في داعي أنها تقول والله أنا حلفت ولا ما حلفت شاكة أخلي تسامح أخاها ولها الأجر والثواب فالمسامحة هذه والعفو عن المبلغ وعدم المطالبة برده لا شك بأن لها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى إذا تقول لني لا والله هي تغيرت نيتها الآن تريد أن تسامحه لكن تريد الآن احتاجت المبلغ وهي شاكة حلفت ولا لا ما عليها شيء ولا لا الحمد مدام أن هناك شك والشك مطروح في مثل هذه مثل هذه الفترة أمل من ليبيا بارك الله فيها تقول بأنها تم عقد قرانها ولم يتم الزفاف ومن فترة دعمت الحكومة الليبية الشباب الذين تم عقد قرانهم بعشرين ألف دينار للشابات والفتيات أنا وخطيبي كنا من الناس الذين أخذوا هذه المنحة عندما تم عقد القران لم يعطيني زوجي المهر وعندما أخبرته قال الحكومة أعطتك عشرين ألف ليس لي دخل بمهرك وعندما أخبرته أن الناس كلها تعطي في المهر قال لا هذا كان قبل المنحة ومع المنحة لا أحد يعطيه طبعا كلامها طويل قصتها تقول أنا كرهت يا شيخ ولا أريد أن أكمل في هذا الزواج علما بأن أسلوبه في النقاش رديع جدا يعني بماذا تنصحني أخت الفاضلة بارك الله فيك واضح بأن الشيطان دخل وحضر لإفساد مشروع الزواج ولذلك أخت الفاضلة كوني أفضل منه عند الله وخير منه عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان الواقع كما ذكر زوجك بأن هذه المنحة أصلا هي للمرأة تعتبر في حكم المهر تكتفين بهذا تكتفين بهذا أما إذا قلت لا غير صحيح الكلام هذا وإنما هذا مساعدة من الحكومة ودعم للشباب والشابات بهذه المبالغ المالية وهو تعذر بهذا ليس له الحق وحرام عليه وتبقى ذمته مشغولة بمهرك تبقى ذمته حتى لو دخل عليك وبدأت حياتكم الزوجية وأنت ما سامحتي تبقى ذمته مشغولة بالمهر حق لك سيسأله الله عز وجل يوم القيامة ولذلك ذكري بالله وخوفي بالله وقولي له ادفع ولو القليل يعني ولو الشيء القليل حتى تبرأ ذمتك وحتى فعلا تحقق مقصود الشرع من النكاح بالمهر الذي أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم ادحي من الكويت بارك الله فيها تقول أنا كنت أصلي وأقصر الحين الحمد لله عفوا أصلي وأقصر تقصر يعني في الصلاة وحين ملتزم الله هل علي شيء؟ أم ادحي بارك الله فيك والحمد لله الذي من عليك بالتزام الصلاة وهذه لا شك بأن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فأخت الفاضلة حرصي على الصلاوات الخمس حرصي على السنن القبلي والبعدية اللي هي الرواتب حرصي على قيام الليل حرصي على صلاة الضحى أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه بعض الفقه يقول اللي كان يقصر في الصلاة وكذا يقضي بعض العلماء يقول لا يقضي إذا ترك فترة من الزمن فإذا كنت تركتها فترة من الزمن ثم رجعتي تتركين ما مضى وتعظمين على الصلاوات الخمس تكثرين من الصدقة بر والديك إذا كانوا عايشين بر خالاتك مثلا يصير عندك وقف مثلا إذا كان عندك قدرة مالية وقف مصاحف بئر مثلا مسجد إذا استطعتي قصدي أنا يكون عندك نفع متعدي وأبشري بخير إن شاء الله الحمد لله لي الله عز وجل فتح عليك وأنت في الحياة ومدى الله في عمرك وفسح في أجلك وأعطاك فرصة الحمد لله وتبتي إلى الله لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة ولا حظة في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظة في الإسلام لمن ضيع الصلاة فهذه نعمة من نعم الله صلى الله تعالى لك الثبات أحمد من بريطانيا يقول هل يجوز تربية حيوان القداد في المنزل أخي الفاضل بارك الله فيك أنا ما أدري الحيوان هذا أعتقد بأنه من فصيلة الفئران كذا ولا لا أنا ما أدري أنا أعتقد أنه من فصيلة الفئران وهو بالنسبة لنا يعني ما أدري المسلم يتقزز من هذا فإذا كان فعلا من فصيلة الفئران كيف يربي الإنسان فار يعني ممكن يترك لي الجهات الطبية يجرن عليه الاختبارات والفحوصات مثلا حتى ينفعون البشرية أما أنت لا ربي هر أحسن قطة هر أفضل من أنك تربي هذا الحيوان ربي طير مثلا من الطيور أما هذا لا فتجتنبه بارك الله فيك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر من الفارة فالفارة من الفواسق أنا هذا حسب فهمي هي من فصيلة الفئران هذا اللي فهمت أنا إذا كان والله حيوان آخر تقصد يختلف على حسب حله وحرمته نجاسته وطهارته لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات ولذلك الهرة طاهرة ومباحة الطيور أيضا هذا كله وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم محمد من عمان تقول عمري 57 سنة طلقني زوجي منذ سنة لكن قبل انتهاء العدة حاول يرجعني أغلب القضاة أخبره بأنه لا يجوز لأنه الطلق الثالث لكن الله يهديه ويصلح مصر يرجعني ذهب إلى شخص يعمل في إدارة ويقول بأنه كان قاضيا في فترة من الفترات تقاعد أفتى له بالرجع لكنه لم يطلبني ليسألني وردني إليه حسب كلامي هو أنا غير راضية أرجع له الأولاد رافضين هو مقاطع الأولاد متبرع منهم ألا علي الأولاد شيء مع أنهم يحاولوا التواصل معه لكن لا يفتح لهم الباب وحاضر أنهم من تلفون وأنا ما يعطيني النفق أما الحكم أختي محمد بارك الله فيك يعني بالنسبة للطلاق ليس ألعوبة وليس مجال يعني أن يكون هكذا على المزاج وشيء من هذا القبيل زوجك إذا كان طلقي ثلاث طلقات بأينا لا تحلين لو حتى تنكحين زوجا غيره ونكاح رغبة ونكاح شرعي لا نكاح تحليل فلذلك زوجك إذا كان والله لجأ إلى قاضي والقاضي درس القضية وشاف بأن طلق من الطلقات بدعية والطلاق البدعي لا يقع مثلا مثلا ممكن فأنت تروحين لهذا القاضي وتقول لله تعالى من وين رجعتني له ما هو دليلك مثلا واتصلي بزوجك قل لي تعالى نذهب أنا وإياك إلى هذا القاضي فقد يكون زوجك صادق والقاضي اجتهد وشاف بأنك فيه مجان إلا أن بعض الفقهة يجتهدون أو يكون كاذب العياذ بالله وتحايل حتى يمكن نسهب إلى هذا القاضي كلام ما قاله مثلا فأنت تقول لزوجك تعال نروح عنه إياك ليش ما نعني أني أنا أسمع من طالب العلم هذا القاضي المتقاعد وشيء لي خايف منه أنت مثلا نروح عنه إياك ونشوف إذا والله الرجل أفتأ بفتوى شرعية وذكر من العلماء من سبقوه على مثل هذا طيب ما في بأس ترجعي له وترجع المياه إلى مجاريها وتنتهي القطيعة بين الوالد وأولاده إذا والله لا شفت أن الأمر ما يمكن الرجوع يجب على أولاد أن يواصلوا والدهم ويحرصوا ولا يعاملوا والدهم بمثل معاملته لهم ويحرصوا على ذلك يزورونه يقولوا لهذه مشكلة بينك وبين أمنا ما لنا علاقة ونحن ما نريد أن نقطعك نحن نريد رضاك إذا والله أصر الإثم عليه هو الإثم عليه هو ولكن إن شاء الله بإذن الله إذا راحوا لو جلسوا معه وقبلوا رأسه وقبلوا إيديه وقالوا لحد عيالك ما نريد أن نكون قاطعين للرحم بيرضى إن شاء الله طيب انتهى وقت البرنامج و الأسئلة كثيرة منتهت لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته